هل التموح الزائد بين الأزواج نعمة ولا أزمة بتواجهها الأسرة؟ نعمة طبعاً بسبب الله يعني عشان يعني الأولاد يتربوا كويس وهي لو هو لو هي عايزة يعني تكمل في حاجة معينة أو دراسة أو جمعة أو تكمل دراسة برا ولا تكمل أي حاجة هو برضو طبعاً يعني الموضوع اللازم يكون بيشجعه ويكون معايها يعني والله يا وجهة نظر أنا عن نفسي شايفة لا مش قادمة أنا حاجة لو الاتنين متفاهمين خلاص إيه المشكلة؟ بالنسبة لأي زوج وزوجة دايماً بيفكروا أن هما يكون عندهم طموح دايماً بيفكروا أن هما للأفضل حياتهم تتحسن إيه اللي بيخلي الطموح سبب من أسباب الانفصال أو الطلاق؟ طبعاً الستات بتحب دايماً الراجل اللي بيبقى موفر لها الحياة الزوجية الكويسة الحياة الزوجية طبعاً كل ما المادة بيكون كويسة مع الراجل الحياة بيبقى كويسة بين الراجل والستة عشان بيقدر يحقق لها كل أملها كل طموحاتها كده الفلوس يعني العامل المادي ده حاجة أساسية في الحياة الزوجية لو هي حابة تكمل دراسة أو تفتح حاجة هو مش عايز أو مش عايز سعيدها مادياً أو أي حاجة زي كده هو هي أكون هيبقى فيه إخلاف بينهم يعني ويحصل كده هل النجاح ده هي أصل عليها في حاجة؟ أو بياخد من شخصيتها في حاجة تانية؟ هي تقبل النجاح بتاعها بالنسبة لها؟ يعني كل راجل نجاح مرأة بساعدة ممكن يكون بالسلب أو بالإجاب يعني ممكن راجل يقدر يساند زوجته ويخليها تنجح أي أن كان نوع طموحها وممكن راجل يقدر يأثر على زوجته بالسلب ويخليها تفشل